اشتركوا في القناة 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 يولفهم من الصبح اشتركوا في القناة هذه الحوالات ما شاء الله الولد اشتركوا في القناة ما شاء الله ما شاء الله ما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا اشتركوا في القناة ما شاء الله ما شاء الله اشتركوا في القناة 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 هذه نعم، هذه السنين الأولية سأؤكد أن أحيات أبوي عندها غافة عند الخب و أقيد الطوية غافة، يبدأ للوزارة و تلحظ فيه تقول الهواء تبقى على ردوية هذا الهواء هذه السنين الناس فرحانة الناس تفرح ولو حر لكن الناس متحملة هي تحملة عيشتهم كانت أمر الله سبحانه وتعالى ملايان الهواء يقول الحمد لله وما يان الهواء يقول أمري لله ويصبر، ما صبر الله سبحانه وتعالى كل أمة محمد يجب يصبر منها دم ومنع الله سبحانه وتعالى يوزع يوزع المصائب الناس التي عليها مصابة يعني الحمد لله رب العالمي وتقدر الأيام والسنين وبابا أقولوا قاموا وجمعوا هذه الأشياء دقوا انخلوا بخروه خلوه هذا في شهر رمضان اه في قبل لاي رمضان يعني هذا كله مجهز اما النشا طحين هذا شروح وحطوه في القواطي عشان ليش ما يشيروا في ايام رمضان اه يروحوا للدكان لا كل شيء مجهز هذا قبل رمضان هي عتشوف هنا في عندهم يعني امور يعني مجهزة الحب الهريس مجهز لطحين مجهز البهارات مجهزة كل شيء قرمت اه بي رمضان ما كل الفطور سمك ها في دي اي في دي اي مجهزين هذا هذا عبارة مربايات شهر رمضان يا جينا بنسوي خبز اليوم هناك عادة هذا في السحور عندنا اول اللبن والعيش لان اللبن يعطي طويل يعني يعطي للانسان في الطاقة يعني بارد عن بارد هي الجسم هذا يستحرون وفي ناس يساووا مشوي سمك السمك عادي ما يحتاج سمك رخيص لا سمك رخيص الحين المزرعة يبوا الرويد يبوا الاغلينجو يبوا الفريفرو يبوا يعني اول كان هذا غرنبيت روح دهر روح هذا ماشي طماط قراع بوبر هذا موجود بريان هذا يجهزوا يام رمضان الحطب الحطب قبل اي رمضان مجهز الحطب هذا شهر كامل شهر كامل هذا من بيصير في رمضان يحطب ما يصيروا كله مجهز هذا في ايام شهر رمضان مجهزين اغراضهم كاملة صلوا مثلا اليوم صلوا المغرب اليوم الفطور انت ايبت فطورك هذا ياب فطورة الان فريجها يالله اليوم يو بيسووا قابل نسوي سمك كلهم سووا سمك اليوم يو بيسووا قابل نسوي دياج كلهم كلهم سووا دياج اهلا النبط هذا المياه مية يعني اذاك وكل واحد ياب صينيطة وفطرو صلوا التراويح قال يومك هوا وين بيت فلان صاروا كلهم تقهو يو اهيه تعاون يعني الا هناك في المسايد في المسايد في المسايد طولة عمرك قراية يقرون هذا شهر رمضان متعاونين مسيد واحد كلها القراية العصر لا القبصلات التراويح قرون لين الفجر من هوا بيجي السحور القراية يالله فلان اليوم سحور هم هاليله الناس حليق فيه ناس ما يتقدروا يوني اوك عشرين نفر قال فلان وفلان تعاونوا اطبخوا في بيت واحد هلاك ياب العيش هاي ياب اطبخوا ودوا للقراية هاي القراية هاي القراية في المسايد هاي هذا القراية في المسايد لازم ولا اربعة بيوت ولا بيتين الا البيت المستد هذاك البيت المستد روح هيوديهم ما الفطور السحور هاي هم الفطور يتعاونون هذا هذا البيت المسايد هذاك الايام عند الناس مبسوط بعد انا بقرأ لي جزو جزوين بتحشي ولا دياي ولا سمك هاي 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 شي ببعد هاي 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 حطلك هاللقمة التمرها هاي بصحن هاي وحط عليه وقطعت سمكة سمكة هاللقمة اليام قوة صح والعيس اذا عيس قردة ملسو قندي هم ماشي برياني هذك الايام ماشي هذك اليام ماشي هذك اليام ماشي هذك اليام ماهد الحلو هذك اليام ايش هبيض وياش اسمه بس بس هي يالله الحمد لله نعمة نحنا مضى علينا هذا التاريخ هاي وشبناه بعيننا يعني الحمد لله لأهالينا وجدودنا إنه أكلوا ونحن لحقنا عليهم هذا الشيء طاريخي مميّن يعني صحة شافر عافظ نزعم محمد إيا العيد فضل إيا العيد نعم شو يصير يوم العيد؟ كيف يتنبؤون بالعيد؟ كيف يعرفون أن اليوم العيد؟ أو أنه خلص رمضان وأنه خاص وصلنا لآخر رمضان؟ جلت هذا بعض فيه أنه فيه ناس يحسبون بابا اللي هي أكبر أكبر السن ولم طابع يحسبون مثلا بكرة أو بعد سبوء أو شيء يا جماعة عيد هذا الشكل مثل ما تقول كل واحد ترى مثل ما هي قلتها حالة نجمع الأشياء على الأيام العيد كيف يتجمعون مثلنا اللي راح أقول ما صلى صلى وبعد صلى يصير عندهم فرحة واللي عندها تفق واللي عندها كند واللي عندها صمعة واللي ميزر طاق 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 فرحة استغلوا بالجماعة حتى هي فرحانين ويبقى لا فيه شيخ في المنطقة يو برزوا عنده تقول هوا يو هذا التجمع أنا أقولها فرحة يعني هذا هذا العياد وأنت تروح بيتي وأنا روح بيتي كنت كده يعني عيان عام يعني السالم وما بحض فرحة اللي يسوع يظل عندهم اللي الغنى غنى واللي رزفة رزوة وفرحة يعني وتروح أنت من البلاد لبلاد سلم على هالك على هاليك يعني ماشي هذاك الأيام فرحة وأنت ماشي بيوديك أي محل اللي تبقي أنت بس عندك العصة هالي العصة بس يضربها وانت رأيها ولو ليلة الظلام هاي أيام لقماري بعد وغل لقماري لكن اليوم ظلام بس تهشى بس تهشى كده بالعصة ووديك شوف هذاك الأيام الحمار ليه قيمة اليوم الحمار ما ليه قيمة هاي أول على نحن نسميه الثوج نحط عليه الرمل نسحن عليه هذا هو الأحمر هادئ نسحن عليه نتحن عليه صخر سماد نسحن يتيب من الضاحة ولا شيء السيار ولا شيء عليه الدعان هو هذا الأحمر هو يتحمل هذه الأشياء شوية حشيج وعطيتها شوية ماء ما عندك شروط مسكين بترول ماء هاي نعمة هادئك الأيام اليوم اللي ماء ليه قيمة ايه انا يجنه في نسو بيهتي انا يمكن ووق عشرين خمسة عشرين وشوي لهم سطل طشت ماء وهو كود ليهم مثل ما كتب الله النعمة الزديد من الخبز هذا وكودة الطيور يأكلوا وهم يأكلوا بالليل يأكلوا هذا تاريخ هذه الأشياء هذا الحمار يوديك أي محد كان هذك الأيام جمل جمل أترا صح ولكن الحمار أترا حمار ماذا؟ كانت الوسائل الموجودة والتي تودّيه صحيح ماشي ما تشتنيه بفلوس هذا معناته هذا الحمار هذا كالحشيج ولا عطيتها شوية ماء عطيتها شوية تمر هاشتكل هاي نعمة أول بمحمد بنختم بس قول ما نختم شو يقول بمحمد يقول هذا الكتاب مرحب كتاب فيه الكلام مرحب كتاب فيه الكلام وياي من بحر الغبيب وياي من بحر الغبيب قريت وتوترت العصاب قريت وتوترت العصاب قمثي بيا حمدي الطبيب ودخب ريت هواقف على الباب قال والشمس عنا لا تغيب والشمس عنا لا تغيب ومحطيئن ذاك الحجاب خايف على ويه الجبيب داس لي تراه ولاها اعتاب ارحم تراه النديب دا سلي ترا والله اعتاب وارحمة راذا كنديب قال انا منهم زعاب قال انا منهم زعاب استواصر لي عذيب اختلف وصار لي يذيب قال انا منهم زعاب واختلف وصار لي يذيب يعني الخط يعني الجواب وياي من بحر الغبيب وياي من بحر الغبيب قريت وترت العصاب قمثي بيا حمدي الطبيب كمثيب يا حمدي الطبيب والعذر يا صح حسانة شاعر كلبه المعروف إذاك الله خير ما قصر طولد عمرك تسلام بو محمد مشكور بو محمد على هذه الحلقة الطيبة اليوم وياك ما قصرت ونشوفك إن شاء الله على خير نحن نشكركم بعد مشكور عمين حمد إذاك الله خير ما قصرت طولد عمرك مشكور بارك الله فيكم مشاهدين وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة نشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة